أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه إخوة الإيمان والإسلام كل عام وأنتم بخير أتقبل الله منكم صالح الأعمال رمضان كريم وإن شاء الله تعالى كما تقرر أن غرت رمضان المبارك لهذا العام يوم الجمعة 24 إبريل إن شاء الله تعالى يبدأ الصيام وأن غدا الخميس إن شاء الله تعالى نبدأ صلاة الترويح وغدا الخميس بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى نكون قد دخلنا في أول ليلة من رمضان فاللهم بلغنا رمضان وافتح علينا فيه فتوح العارفين واجعله شهر خير وبركة وعافية وحفظ وأمن وسلامة من كل مكروه وسوء اللهم أهل علينا هلال رمضان باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا رحمن ربي وربك الله ربي وربك الله ربي وربك الله أنا اليوم قاعد على نفس الكرسي بتاعي في نفس المنبر في المركز الإسلام الأمريكي يعني جيت كده أوص على المسجد بصة قبل ما نبدأ شهر رمضان أول ما دخلت اليوم يعني الواحد اشتاق لمنظر المسجد والمنبر والمحراب والمكتبة وده المكان اللي أنا متعود أدي حضراتكم فيه الدرس على طول كل يوم سبت والحمد لله إن شاء الله رب العالمين ربنا تبارك وتعالى يعني يردنا للمساجد قريبا إن شاء الله تعالى آمنين سالمين معافينا من كل مكروه وسوء ومرض وهذا قدر الله عز وجل وإن شاء الله كل قدر خير كل قدر خير فإن شاء الله بيوتنا هذا العام هتكون عامرة بالقرآن بالقيام صلاة الترويح صلاة التهجد بالاعتكاف بالقنوت بالدعاء وطبعا بالصوم وقراءة القرآن اللي هو أصل أعمال شهر رمضان فإن شاء الله يكون أحلى رمضان في حياتنا ورمضان كده أو رمضان في حياتنا له شكل خاص وطابع خاص بسرعة إخواننا هنعمل في رمضان السنة دي في البيوت صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في لقائي مع إخوانكم في كندا كنت تكلمت في محاضرة طويلة لكن الفيديو كان طويل عدة ساعة فممكن يكون كثير من الناس ما عداش على هذه المعلومات فهنا هذكر مقطتين بسرعة جدا هنعمل في رمضان هذا العام واحد وبسرعة جدا 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 مسجد البيت مسجد البيت بواب الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب اتخاذ المساجد في البيوت وأورد تحته حديث عتبان بن مالك وكذا حديث ميمونة عند مسلم أشار إليه البخاري في صحيح لكن أصله عند مسلم إيه الموضوع؟ الموضوع إخواننا أن عادة السلف كانوا يتخذون مسجد في البيت أنواع المساجد عند السلف كان فيه المسجد الجامع وده المسجد الذي تعقد فيه الجمعة وده بيبقى مسجد واحد في المدينة لازم كل المسلمين في المدينة يجتمعوا في المسجد الجامع ده اللي بتعقد فيه الجمعة وفيه حاجة اسمها مسجد القوم مسجد القوم أو مسجد الحي تقام فيه الصلاة الخمس ما عدا صلاة الجمعة وفيه النوع الثالث من المساجد اسمه مسجد البيت ومسجد البيت قد اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم تقول لي أصلا ده حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت على المسجد النبوي صح لكن كانت حجرة من حجراته صلى الله عليه وسلم مسجد البيت بالرغم أنه مقبل على المسجد النبوي أصلا ما فيش إلا الباب ويخرج على حرم المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوما قلنا يا رسول الله ما نرك تصلي في المسجد يعني في المسجد الجامع إلا الصلاة المكتوبة قال ما أحب أن أصلي صلاة خيرا قط إلا في بيتي إلا المكتوبة فلا تجعلوا بيوتكم كبورة وقال واجعلوا في بيوتكم حظا من صلاتكم فإن الله جعل لكم بها خيرا يعني خيرا في بيوتكم ودليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اتخذ مسجد البيت ده غير المسجد النبوي حديث ميمونة تقول كنت مفترشة بحذاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائط في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام النبوي وكذا الإمام بن حجر في شرحه لفتح البارع على صحيح البخار يقول عانت بذلك بمجموعة الروايات الأخرى على أنه كان مسجد بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن المسجد النبوي إذ لم يكن لها أن تطأه بحذائها أبدا وكذلك روى الإمام أحمد في مسنده عن بلال رضي الله عنه أنه كان يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فدخل عليه مسجد بيته فوجده يتصحر يبقى النبوي عليه السلام كان يتصحر في مسجد بيته وأيضا حديث الإمام أحمد في مسنده عن سعد بن مالك قال GORDON και قال أول من اتخذ مسجدا في بيته بلاء بلال أول من اتخذ مسجدا في بيته عمار بن ياسر أول من اتخذ مسجدا في بيته عمار بن ياسر وكذا حديث عتبان بن مالك الذي رواه مسلم في صحيحه عتبان بن مالك صحابي جليل جدا كان يأم قومه من الأنصار وكان رجلا كفيفا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه قد حال السيل بيني وبين شهود الصلاة معك فلو حضرتنا في بيتنا فصليت لنا فنتخذ هذا الموضع مصلى فأتىه النبي صلى الله عليه وسلم بيته وقال أين تحب أن أصلي لكم قال فأشار في ناحية من البيت فصلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم واتخذها عتبان بن مالك مصلى وكان يأم قومه أو أهل بيته في هذا المصلى من مسجد البيت يعني في حاجة عند السلف كده سنة مهجورة اسمها مسجد البيت الموضوع ده مش موجود عندنا إلا وقليل كان الطبيعي أن يكون موجود من أول أيام الحظر يعني إيه مسجد البيت يعني مسجد البيت مسجد كده تعمله مكان مخصص للصلاة تفرق غرفة أو جزء من غرفة أو ناحية من الليفر روم تابعك تعمل فيها زي شكل محراب كده تحط فيها طراز إسلامي تحط فيها المصلى أنا عملت فكرة كويسة جدا حاول أقولها لكم لأنها هتفيد أولادكم جدا في سبيكر كده بمايكروفون في بي جيز أو في أماكن كتيرة يعني أنا روحت اشتريت واحد كده علشان أحس بصلاة الترويح وصلاة الجماعة في رمضان وخصصت غرفة كاملة عندي الحمد لله في البيت وسمتها كده مسجد البيت وجبت الأولاد عينتهم مؤذنين كل واحد توزع عليه موعد أزاني يعني فلان هيقزن ويقيم الظهر والعصر وفلان هيقزن ويقيم المغرب والعشاء أو الفجر لو كانوا صحين ولو عندك صبي مميز كده يعني عشر سنين تسع سنين فما فوق عارف أحكام الصلاة أحكام الوضوء عارف يعني إيه الإمامة عارف إزاي يصلي بالناس فخلتهم برضو يتقدموا في صلاة المغرب يصلوا بينا تشجيعا لهم كمان عملنا في رمضان الأولاد في منهم اللي هيدينا خاطرة خمس دقايق بعد صلاة العصر كل يوم في رمضان عن قصص الأنبياء عن العشرة المبشرين بالجنة وإذا كانت بنتها تبقى عن أمهات المؤمنين حتى لو كان أولادك كبار كون أن انت تبقى قعد في بيتك كده وتلاقي ابن من أولادك اللي في الجمعة أو كبير واخد باله من مواعيد الصلاة بيروح يمسك المايكروفون طبعا إحساسك أنك تسمع الأذان في البيت كده عبر المايكروفون ما هو المايكروفون ده والسماعة نديك إحساس المسجد تماما وأنك بتسمع الأذان في مكبرات الصوت بنكون إحنا مشغولين أي أن كان الأم في المطبخ إحنا قاعدين بنذاكر بنتواصل مع أخواننا في التليفون تسمع صوت الأذان كده محد منعيلك يأذن فبنقوم نتوضى وننزل نصلي في مسجد البيت الأولاد تشجعوا جدا في موضوع الأذان في المايكروفون دي فرصة أن أنت هتبقى مجتمع مع أولادك هذا العام الأولاد سواء كانوا في الجمعة أو في المدارس أو أنت نفسك حتى لو هتشتغل من البيت كل أفراد الأسرة موجودة إحنا هنا في بلاد الغرب عندنا مشكلة في غرص الهوية الإسلامية في أولادنا فدي فرصة الأباء والأمهات الذين يعيشون في أوروبا والغرب أمريكا وكندا وسائر أوروبا أن دي فرصتنا الآن رمضان هذا العام أن نحن نحسس أولادنا بتفاصيل تفاصيل شعاء الرمضان لذلك الصلاة هتبقى في مايكروفون جوالبيت في مسجد البيت صلاة التراويح صلاة التهجد أحكام الاعتكاف أحكام كل هذه الأمور لذلك علق الإمام النووي قال قال بابه جواز اتخاذي موطنا في البيت ليصلى فيه ودي كان عادة النساء بالمناسبة لأن النساء كانوا بيتخذوا مسجد في البيت للصلاة وكذلك الرجال كانوا رح يصلوا فقط الصلاة المكتوبة في المسجد وبعدين يرجعوا وصلوا صلاة النافلة في مسجد البيت ونفس الأمر الذي حال بيننا وبين شعود الجماعة في المساجد هو نفس حال عتبان بن مالك رضي الله عنه لما حال السيل بينه وبين شعود الجماعة في المسجد ونحن حال المرض أو انتشار الوباء بيننا وبين شعود الجماعة في المسجد فيبقى لنا نفس العزر نوعد في مصلى البيت هناخد أحكام هناخد أجر الصلاة كاملة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر لذوي الأعذار أن يكون لهم مسجد بيت وصلى فيه زي ما بيقول إمام ابن رجب الحنبلي لها حكم حكم المساجد في الأجر ده رقم واحد أي أجر يا مولانا تخيل أجر إيه بقى تخيل إمام ابن رجب بيقول إن حديث عثمان في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له به مثله في الجنة وفي رواية ولو كمفحصي قطاه يعني كعش طائر صغير الإمام ابن رجب الحنبلي بيقول يثبت هذا الأجر لمسجد البيت تخيل أن أنت لما تعمل تخصص مكان في البيت مسجد بيت تصلي فيه تراويح وتهجد رمضان كأنك عملت مسجد بنيت لله مسجدا وبنى الله لك به بيتا في الجنة إذن أجر الجماعة كامل السبع وعشرين درجة موجودين بإذن الله رب العالمين أجر بناء مسجد موجود له من الأحكام ما يجري على المساجد العامة من عمارة المسجد حيث لا يصح فيه شيء من كلام الناس إنما هو لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة يعني أعمال المسجد تعمل فيه حلقة قرآن تعمل فيه مجلس علم تصلي فيه تدعو تقرأ القرآن تذكر الله عز وجل يعني له نفس آداب المساجد الناس اللي بتقول الصوت ناقص أنا بتكلم من سماعة بلوتوث فأظن ده أفضل ما يكون ممكن يكون العيب عند حضرتك عل أنت صوت التليفون شوية هتلاقي الصوت إن شاء الله مظبوط صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب إحنا يعني كده إحنا المفروض نعمل إيه هنتخذ مسجد البيت في رمضان هذا لازم تخصص مكان يبقى مسجد البيت تزينه إنت والأولاد بزينة رمضان تحط فيه طراز إسلامي تعين له مؤزن وتعين إمام لفرض من الفروض عشان تدرب أولادك تعلم أولادك فيه على إنهم تصدرهم لإلقاء العلم حتى يتعلموا تبقى فرصة للتعلم أنت الإمام الراتب لهذا المكان إلا أن تنيب أحد من أولادك فلا تتأخر عن أداء الصلاة الحالة دي هتغرز حب الصلاة وروح الصلاة في نفوس أولادنا هتغرز شعاء الرمضان وروحانيات رمضان في شعور أبنائنا هتكون عوض لنا إحنا عن شهود الصلاة في البيت هنحس بروحانيات رمضان وشعاء الرمضان ويبقى عوض عن نقص المساجد فلا تفوتوا هذه الفرصة بكرة بسرعة جدا تطلع على بيجيز أنا بعمل كده دعاية تطلع على بيجيز تشتري السماعة دي بالمايكروفون تتحطها في بيتك وتجهز بيت تزينه وتحط فيه لوح قرآنية وآيات قرآنية تبخره وتحط فيه الريحة الجميلة وتسميه مسجد البيت وتعلم أولادك تعمل لهم جدول فيه رمضان حتى يعمروا هذا المكان بيئة الصلاة وبمجالس العلم وبقراءة أوراد الحديث وأوراد القرآن ويستحب أن يكون في نحية بعيدة من البيت كل مكان أبعد بحيث أنك أنت تروح له تروح له تمشيله بيديك إحساس أنك بتقوم من مكانك تخش تتوضى وتجري على الجامع عشان تلحق صلاة الجامعة بكام يا حاجة مؤمن بيبدأ من 75 دولار لحد فيه 200 و 300 و 400 دولار بس اللي ب 75 دولار ده 6000 واط يعني هيملالك البيت كله يعني هيسمع الجيران كمان فده كافي قوي للأجر كمان الحاجات التانية اللي غالية شوية بيبقى فيها لد وأضواء كتيرة وأظن بهرجة الأضواء هيضيع خشوع الصلاة فأحسن جيبوا اللي هو الطبيعي ده العادي خالص اللي هو ب 75 دولار 6000 واط ومعام ميكروفون هيسمع البيت كله هيحسسك بالأذان وهيشجع ولادك جدا الأولاد دلوقتي بتخنقوا بقى مين اللي يأزن ومين اللي يصلي وطبعا الجلبية والطائية ورحانيات رمضان بدأنا نحس بيها بشكل مهم جدا ربنا هتقبل مننا ومنكم يا رب صالح الأعمال طيب الأمر التاني النقطة التانية ما تنساش مسجد البيت لا تنسى تخصيص مسجد البيت من اليوم كده اصهر عليه انت أولادك في التزيين وفي التنظيف وبكرة إن شاء الله تروح تشتري الأمور اللي أنا قلت لك عليها وتبدأ إن شاء الله يطلع الأذان من هذه السماعة في بيتك في كل صلاة وتصلي فيها صلاة الترويح ما تنساش لو انت مش حافظ قرآن اقرأ من حفظك ما تيسر عايز تقرأ ختمة واحرص على انك تصلي القرآن تختم القرآن كله في الترويح ما تنقصش رمضان إياك أم تنقص رمضان هذا العام انت كل يوم بتحضر ختمة في الترويح وختمة في التهجد أو بتقسم الختمة على الاتنين حفظ عليها لا ينقص رمضان هذا العام وأنت حي خد شعار أبو بكر الصديق كده عارفين أبو بكر الصديق لما في موطنين لما قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت إذا كان رمضان لم يسر لنا أن نصلي في البيوت فرمضان قائم شرف الزمان موجود فهتصلي رمضان في البيت زي ما هتصليه في المسجد تماما رقم اثنين لما سيدنا أبو بكر الصديق وصل له من منع الزكاة فقال لا والله لا أفرق بين من منع الزكاة ومنع الصلاة والله لا ينقص الدين وأنا حي فأوعى رمضانك ينقص أنت متعود على أنك تصلي رمضان بختمة روح حضرتك في أي محل عربي جيب الهولدر بتاع المصحف التهجد وجيب مصحف التهجد وافتح المصحف وكبر وصلي بأولادك كل يوم بجزء تقول لي مش هقدر بجزء كتير علي وماله يبقى دخل للصلاة الخمس يعني دخل المغرب والعشة والفجر وصلوات القيام الترويح في الختمة بحيث أن أنت تختم ختمة كاملة في بيتك في رمضان ودخل فيها التهجد في العشر الأواخر كمان يبقى أنت كده معاك هتقدر تختم ختمة سهل وتقرأ يا سيد بن المصحف هو يجوز القراءة من المصحف في الصلاة نعم باتفاق الفقهاء إنها جائزة للإمام أن يقرأ من المصحف اللي كرهها كره إن المأموم هو اللي يمسك المصحف في الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لا شغلة فده يشغلوا عن أعمال الصلاة لكن كثير من أهل العلم في زماننا قالوا إذا كان المأموم هو يمسك المصحف لأن ده النظر في المصحف هيخليه أكثر خشوعا وتدبرا يبقى ده مستحب يبقى قضية أننا أقرأ من المصحف وما أراش من المصحف القضية دي خلصانة اقرأ من المصحف يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله معناها أحفظهم أيها سيدي إذا وجد لكن مش شرط أن يكون الناس كلها حفظة القرآن ذلك فضل الله يعني يصطفي به من شاء من عباده فإذا لم يقدر لك أنك تكون من حفظة القرآن لا تخرج نفسك من أن تكون قارئ للقرآن خاتم للقرآن محافظ على ختمة القرآن فاستعم بالله عز وجل ولا تعجز أنت تختم القرآن كله في الصلاة في رمضان هذا العام إن شاء الله تعالى في التراويح وفي التهجد في الصلاة الخمس لو عايز تعملها بقى ثلاث ختمات خير ختمتين ماشي ختمة واحدة تشمل كل هذا خير وبركة يبقى مسجد البيت ده يبقى شكله كالتالي فيه أزياء كده نور فيه لوحات من القرآن موجودة على الحطان فيه السماعة بالمايكروفون اللي هتصلي فيه وفيه الحامل بمصحف التهجد عشان هتصلي لولادك سواء قرأت من المصحف في صلاة الفريضة أو فيه النافلة لا فرق من القراءة في المصحف للإمام في الفريضة أو النافلة عملت مسجد البيت فاضل إيه صندوق التبرعات فيه كده تعمل صندوق كده لولادك احنا كنا عاملين هنا إخوانا كانوا عاملين كان معمول عليها اللوجو بتاع امريكا موسلم سنتقرسوا وزعناها على ناس كتير أو حتى أنك انت تعمل أي باكس كده صغير في البيت للاولاد علشان تعلمهم على أعمال المسجد أنهم يحطوا صدقة في الصندوق مؤزن مقيم للصلاة هتدخل الأولاد اللي هم ينفع يصلوا لو صغار السن تسع سنين عشر سنين طالما أنه صحت صلاته في الظهر هو ينفع صلاة الصابي يا مولانا وينفع الصابي الصغير يئم بينا نعم لما رواه البخاري وفي صحيحه من حديث عمر بن سلم قال أتى علينا أتى علينا أبي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله ولم يكن في القوم أقرأوا مني لما كنت أتلقى من الركبان عمر بن سلم كان يحب كده تلقى الناس اللي جايين فيقول له يا عم انت جيت من عند النبي عليه الصلاة والسلام يقول له حفظت شيء من القرآن يقول له طب حفظني فلم يكن في القوم أحفظوا مني لما كنت أتلقى من الركبان وأنا ابن سبع سنين قال فقدمني أبي فصليت بالقوم ده كان بيصلي بالناس في مسجد القوم اللي هم مسجد الحي مين ده عمر بن سلم وكان عنده كان في سنة سبع سنين قال وكانت علي بردة فإذا لبستها رفعت عني تقلصت علي حتى إني سجدت فاعترضت بعض النساء فقالت هل أمرتم إمامكم أن يستر عنا إسته يعني لما كان بيسجد كان الثوب بتاعه بيطرفع على سبيل المزاح يعني فبيقول يعني خلي يغطي إيه عورته عننا ده لما بيسجد عورته إيه بدبان الحديث ده خدوا أهل العلم وقالوا ده ده في جواز إقرار صلاة الصبي بالرغم إنه أصغر سنا طالما إنه صبي مميز يعني إيه صبي مميز يعني حافظ قدر من القرآن عارف أحكام الإمامة والصلاة الأحكام كلها لأ يعني عارف يصلي بالناس عارف لما إن أنت هتصلي إمام يبقى أنت بيقرى الفتحة صورة صغيرة عارف ترتيب الركعات عارف لو وضوء اتنقض إنه هيخرج من الصلاة وهيقدم أبوه من وراه وهيجري بسرعة يتوضي ويرجع يقف في الصف تاني طالما إنت واثق من ابنك إنه عارف الأحكام دي خلاص يصح إمامته ويصح أن يصلي بك بالرغم إنه صبي وإنت كبير آه يا سيدي بالرغم إنه صبي وإنت كبير فما تنسوش تشجعوا أولادكم أن أنتم تقدموهم للصلاة سواء كانت الفريضة أو النافلة ما فيش فرق في هذه الأحكام بين الفريضة وبين النافلة طيب السؤال التالت هو ينفع زوج تتأذن أو بنت تتأذن لا الأذان وإمامة الصلاة خاصة بالرجال فقط ولا يجوز للمرأة أنت أم الرجال حتى لو أطفال صغيرين حتى لو أطفال صغيرين يعني ابن حضرتك لو هو عنده سبع تسع سنين فما فوق صبي مميز يعني ينفع يصلي بك إمام والصلاة العقد الصلاة العقد هو إمام وإنت مأمومة لكن أنا ما ينفعش لو أم أصلي بابني لا ما ينفعش لا يجوز أبدا للمرأة أن تصلي إماما ولو بالجماعة إلا جماعة النساء فقط أما إذا وجد في الجماعة رجال ولو كان صبيا قدم الصبي على المرأة فلا يجوز للمرأة أنها تصلي وعندنا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما واحدة من الصحابيات قالت له أنها تصلي في بيتها فجعل لها مؤذنا وكانت تصلي في قومها بس كان أهل بيتها كلهم نساء عشان الحديث ده هيستدل به أشكال كده بتحب تضلل على الناس دينها زي سعد الدين الهلالي وغيره طلع برضو مرة كده من كم سنة رح جاء بالحديث ده كده وزور في قالك ما هو جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أريد أن أصلي بقومي قال فاتخذ لها مؤذنا وكانت تصلي بقومها آية أستاذنا مجموعة الروايات أن قومها كلهم كانوا نساء كانوا مجموعة من النساء رايبة عايشين في بيت واحد إنما الإجماع العملي الذي عليه عمل المسلمين من أول عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا إنه لا يجوز للمرأة الأذان ولا الإقامة ولا إمامة الصلاة إلا أن تأم جمع النساء فقط طيب يبقى دلوقتي صلاة الصبي تنفع وصلاة وأذان الصبي وإمامته إنما لو بنت ما تنفعش للأذان ولا للإقامة ولا للإمامة ولا الأم تصلي إمام بولدها طيب لو الولد صغير خلاص بتصلي بقى منفردا هي بتصلي لوحدها وهو بيصلي لوحدها وتعلمه الصلاة لحد ما عد السبعة سنين عشر سنين بيبقى صبي مميز تصحي إمامته عندنا قاعدة في إمامة الصبي اسمها إيه؟ كل من صحت صلاته في الظاهر صحى الاقتداء به والصلاة خلفه يعني أنت تشوف ابنك لما بيصلي الظهر أو العصر الوحده بتبص عليه كده تقيم صلاته صلاته صحيحة؟ لو عرض له عارض من أي عارض في الصلاة بيعرف يتصرف معاه وفقا للقواعد الشرعية يعني لو ضوء اتنقض بيروح عارف لو دخل عليك أنت في الركعة التانية عارف إزاي تم صلاته عارف أحكام الإمامة كده مجملا خلاص كل من صحت صلاته في الظاهر صحى الاقتداء به والصلاة خلفه دي قاعدة اوعى تنساها حطها حلقة في وجنة لذلك رمضان إن شاء الله يكون أحلى رمضان في حياتنا أفراد الأسرة كلها موجودة مقضين رمضان مع بعض من الصحور للفطار كلنا موجودين مع بعض الأم الأب حتى لو بيشتغل من البيت الأولاد حتى اللي في الجامعة أو في المدارس خلاص كله قاعد في البيت دي فرصتنا أن نحن نحيي شعاء الرمضان في نفوس أولادنا نثبت أولادنا على الهوية الإسلامية في رمضان كل عام أولادنا بيكونوا في المدارس ما بيحسوش بحاجة أنت عارفين الواقع اللي احنا عايشين فيه الناس هنا الأمريكان بيجي عليهم رمضان عادي زيه زي بقية الأيام الأولاد ما بيستشعروش فقط برمضان إلا لحظة الإفطار وشعاء الرمضان عندهم الفطار والتكبير والصيام حتى صلاة الترويح ما بيقدروش يحضروا إلا في الويك اند عشان بيبقى صابح عليهم مدارس أو عليهم جمعة أو حضراتكم بتبقوا مستعجلين جدا عندنا شغل الصبح بادري لا رمضان السنة دي بقى انت هتتعبد بمزاك فيش حاجة مستعجلاك انت أفراد أسرتك كلها موجودة اجمع الخير وكل ما أردت أن تغرسه في نفوس أولادك فقدمه وفعل دي فرصتنا يا إخوانا فرصتنا أن احنا نحيي شعاء الرمضان ورحانيات رمضان في نفوس أولادنا تاني أرجوكم بلاش تلفزيون في رمضان أرجوكم بلاش فيسبوك وسوشيال ميديا أرجوكم بلاش تلفونات أو آيباد أو تابلت أو مثل هذه الأمور تبعد الحاجات دي عن الأولاد إلا للهومورك بتاعهم أو للسكول أسايمينز أو للحاجات اللي انت هتطلبها منهم جهزي مادة علمية أو جهز مادة علمية عن صحابي عن نبي من الأنبياء عن قصة من قصص القرآن مثل هذه الأمور ويبعد بقى التابلت والآيفون والتلفون والحاجات دي كلها والتلفزيون إلا للبرامج المفيدة إلا للبرامج المفيدة وعندنا برامج مفيدة هكون موجودة في رمضان على القنوات الدينية الإسلامية اللي موجودة هيكون في برامج كثيرة جدا وإحنا إن شاء الله معاكم زي ما قلنا إن شاء الله في خواطر العشاء عن تحدي الخير في رمضان كل يوم هنقولك فكرة تتحدى بها نفسك تغير بها حياتك إن شاء الله تعالى نحس إن احنا نخرج نكون عملنا 30 تحدي جديد علينا ما عملناهوش قبل كده نخرج بتلاتين فكرة من رمضان نقدر نغير بها حياتنا إن شاء الله تعالى ده هيكون كل يوم الساعة 11 بعد صلاة التراويح أول ما تخلص التراويح في بيتك إن شاء الله تفتح هتلاقين الساعة 11 على الفيسبوك لايف وعندنا برضو ساعة فتاوى من 6 إلى 7 من بعد الساعة 7 يبقى فضلك 30 دقيقة على الأذان أو 35 دقيقة على الأذان 35 ديها دول هتنزل تحت المسجد الجامع وتروع الغرفة اللي أنت عملتها المسجد الجامع هتجمع أولادك هتقول لهم الأذكار تعلمهم أذكار الصباح والمساء عشان لو حفظوا الأذكار دي منك خلاص هيقولوها طول عمرهم ويبقى في مزان حسناتك يبقى نص ساعة دي بعد ما احنا نخلص ساعة الفتاوى هتجمع أولادك تقعد بيهم في المسجد الجامع تعلمهم الأذكار وإحنا قلنا الزكر جماعة مش بدعة خاصة إذا كان في باب التعلم ما فيوش مشاكل خالص تعلمهم الأذكار حتى يحفظوها ويبقى معاك ربع ساعة أو عشر دقائق ومنها دعوة الصائم عند فطره وقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم عند فطره دعوة لا ترد وإن دي فرحة الصائم المعجلة له في الدنيا إجابة دعوته عند الإفطار وقول النبي صلى الله عليه وسلم عند كل فطر دعوة مستجابة لازم تعلم ولادك كده قدام الكبات معهم الطمر والحليب وقالوا الأذكار ويعودوا كده يدعوا ربنا وأول ما يدى للأداني يفطروا يكملوا دعاء وتعمروا بيوتكم كده بالقرآن وبالصلاة وبالتهجد وبرمضان وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منه ومنكم صالح الأعمال كان نفس أتكلم معاكم على النقطة التانية اللي هي الصلاة خلف المذياع واللغة اللي حصل فيها لكن خلاص كده الوقت طال فإن شاء الله بإذن الله في لقاء قريب يمكن بكرة لبعد وإحنا خلاص من بكرة هنبقى مستبرين معاكم إن شاء الله لمدة 30 يوم هتشوفوني مرتين في اليوم مرة قبل الفطر بساعة ومرة بعد صلاة الترويح مباشرة المرة اللي قبل الفطر دي هتبقى على زوم فتاوى عامة مباشرة والمرة إن شاء الله اللي هتبقى بعد الترويح مدة 10 دقائق ربع ساعة بالكتير خاطرة الترويح فيها تحدي الخيرة على الفيسبوك لايف إن شاء الله رمضان هذا العام أحلى رمضان في حياتنا رمضان هيفرق مع أولادنا يكد يكون أعظم رمضان هالربي في أولادنا ونغرس فيهم روحنيات وشعاء الرمضان تقبل الله مننا ومنكم اللهم أهل علينا هلال رمضان باليمن والإيمان والسلامة والإسلام الله ما اجعله شهر خير وبركة وعافية وسلامة من كل مكروه وسوء ورفع للبلاء والوباء أزاكم الله خيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من المركز الإسلامي الأمريكي بإفرت أنا فرحان جدا وأنا بقولكم هذه الخاطرة وأنا في مسجد إفرت الآن يعني بتفقد المسجد كده قبل ما إن شاء الله يكون خير إن شاء الله يكون خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته